اشتركوا في القناة سجل عريق وحافل بالإنجازات تميزت بها سيرة الذاتية الدبلوماسية في مملكة البحرين فمنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل للبلاد المفدة حفظه الله ورعاه وهو يرسم الخطوط العرضة لمسار العمل الدبلوماسي لتكون صورة مملكة البحرين أكثر إشراقا في مختلف المحافل الدولية عبر مواقفها التاريخية المشرفة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والثقافة والأديان وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية فالعلاقات الدولية التي تعمل عليها البحرين أساسها احترام سيادة الدول وحسن الجوار وترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي كنهج ثابت في سياستها الخارجية وقد جاءت الكلمة السامية للجلالة الملك المفدى لتؤكد على المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة التي تؤمن بها المملكة وتتبناها ممثلة في التسامح والتعايش والتأخي والاحترام المتبادل والتزاما بالمواثيق والقوانين الدولية وإسهاما منها في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي لخير وصالح شعوب العالم أجمع تواصل مملكة البحرين التزامها بنهجها الدبلوماسي القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان وفي هذا الصدد نتابع بقلق شديد ما تتعرض له المياه الإقليمية خليج العربي من استهداف متعمد يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط الملاحة الدولية ونجد بأن ما تتعرض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكررة يتطلب المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافعة قوى الإرهاب ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان فالبحرين اليوم حققت نجاحا لافتا بسياستها الخارجية المتزنة والمرنة ودبلوماسيتها النشطة والفاعلة بالإضافة إلى حضورها الدولي المؤثر من تبوء مكانة دولية رفيعة في المجتمع الدولي إلى ذلك فالرؤية الملكية السامية في دعم السلام وخدمة الإنسانية كانت وراء اكتساب مملكة البحرين احترام المجتمع الدولي انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لثلاث دورات ونائبا لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان وعضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة المتتبع اليوم لتاريخ البحرين الدبلوماسي يجد أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين